أمال كبيرة كان يعقدها اليمنيون على مشاورات الكويت التي انتهت دون تحقيق أي تقدم يذكر في مسار الحل السياسي لحظات حاسمة كان يعتقد الجميع أنها ستقرر إما الدخول في خيار السلام أو الاستمرار في مربع الحرب قد لا نتوصل إلى الإعلان عنه قبل مغادرة الكويت وبعد إزدال الستار وإعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إنهاء الجولة الأخيرة في الكويت سرعان ما تحولت كل تلك الآمال إلى مجرد تكهنات أو أحلام ضائعة لدى من كان يتابع سريانها منذ الوهلة الأولى لانطلاقها وثيقة الحل التي قدمها ولد الشيخ قبيل الجلسة الختامية للمشاورات ووقع عليها وفد الحكومة أصبحت بعد رفض الإنقلابيين كأن لم تكن هذا ما أوضحه نائب رئيس الوفد الحكومي عبد العزيز جباري بعد أن قال إن المبعوث الأممي لم يكن منصفاً وإنه تحفظ على عدم تسمية الطرف الذي أفشل المشاورات وختم حديثه بضرورة دعم الجيش الوطني والمقاومة والعودة إلى الخيار العسكري في المقابل عاد ولد الشيخ للقول إن قرارات مجلس الأمن يجب أن تنفذ مؤكداً أنه لا بديل عن الحل السياسي لتسوية الأزمة ومضيفاً أن الخيار العسكري لن يكون ممكن فيما أوضح أن المرحلة المقبلة سيرافقها دعم كبير للمشاورات بهدف التوصل إلى حل النهائي عبر سلسلة من اللقاءات مع كل الأطراف وأن الحل السياسي لن يخرج عن إطار المرجعيات الثلاث توقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن المبني كما تعلمون على المرجعيات الثلاثة قرارات مجلس الأمن بما فيهما القرارة الـ 21-21 وبين كل هذه التصريحات يظل الغموض مسيطراً على المشهد فيما يرجح العديد من المراقبين أن أفق الحل السياسي بات أضيق مما كان عليه ولا يبدو أن ملامح الحل ستكون واضحة في القريب اشتركوا في القناة